موسيقى مجزو الأنباء أهلا بكم يشرع الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بداية من الاثنين المقبل السابع عشر جوليا حسب ما أفد به بيان للرئاسة الجزائرية المصدر ذاته أضف أن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ وتندرج في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجدرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين يشارك وزير الخارجية الصحراوي محمد سيدات الخاميس بالعاصمة الكينية نيروبي في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي ينعقد في إطار التحضير للقمة التنسيقية نصف السنوية وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية فإن الاجتماع سيتطرق لعدد من القضايا الهامة التي تعنى بالشأن الإفريقي على ضوء التقرير المقدم من لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء كما سيناقش مجلس وزراء خارجية الاتحاد مواضع مرتبطة بالتسيير وبرامج الاتحاد الإفريقي المختلفة على غرار الاندماج الاقتصادي على مستوى القرى فر أزيد من عشرة ألاف وثماني مائة شخص من بينهم نساء وأطفال من عشرات القرى في جنوب غرب النيجر على الحدود مع بوركينافاسو منذ بداية جويليا بسبب هجمات يشنها مسلحون حسب ما أفدت به مصادر من هيئات إنسانية وسلطات محلية ووفقا لسلطات مقاطعة صاي فإن ألفا وخمسمائة وسبعين أسرة تضم أزيدا من عشرة ألاف شخص أجبرت على الفرار من منازلها خلال الأسبوع الممتد ما بين الثالث والتاسع جويليا الجري وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فينيامي في بيان صحفي أن هؤلاء الأشخاص يفرون من العنف الذي ترتكبه عناصر يفترض أنها تابعة للجماعات المسلحة غير الحكومية الموجودة في منطقة تيلاء بيري وفي منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينفاسو ومالي اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الخميس ستة عشر فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم سيدة وأسير محرر وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اعتقلت قوات الاحتلال في طباس الأسير المحرر صهيب عاطف زايد بن عودة ذي الخمسة والعشرين ربيعا من بلدة طمون جنوب المحافظة ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شبين آخرين كما اعتقلت في رمالله خمسة شبان آخرين وهو نفس المشهد بكل من القدس والخليل اعلنت السلطات الاوكرانية الخميس عن اسقاط عشرين مسيرة روسية والصاروخي كروز خلال الليلة الماضية في هجوم جوي استهدف كييف ضمن ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الاوكرانية لهجمات حيث سمع دوي انفجارات في جميع أنحائها وتأتي هذه الضربة تزامنا مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلس في لتوانيا حيث تم الاتفاق على منح اوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية حذر وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف في مقابلة صحفية من أن مقاتلات الف 16 التي ستسلم لاوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا نوويا وأكد لافروف في المقابلة أن مجرد امتلاك القوات الاوكرانية أنظمة مماثلة سيعتبر تهديدا من الغرب في المجال النووي مضيفا أنه لا يمكن أن تتجاهل روسيا قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية وأشار إلى أن موسكو حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من هذه الخطوة ختام الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى